السلام عليكم ازايكو عميني الاخبار ام اتمنى اكونوا بخير ام انا عادة معنا فيديو بنتكلم فيه بالانتروديوز ايه هو باتشل سبارك وبنتكلم على الهيستوري بتاعه طيب باتشل سبارك اصلا كان ايه هو كان زي ريسيرش بروجيكت باقود اه اتعمل في جامعة يوسي بيركلي في امريكا تلفين وتسعة اه قبل من انكمل حتا دي انا مش متخيل ان اه من ضمن حاجات اللي بحبها في الحاجات بزات في الجامعات الكبيرة ان تخيل ريسيرش بروجيكت يوصل ان يبقى تبقى اكبر طول او اهم طول في العالم في الاتل فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي انا اه صاحبا باهر بها في حتة ريسيرش يعني دايما الناس الباحثين اه الناس تقدروا العديد في اللابات مع معزولين بيبتمايزوا في حاجات ما لا شاء لازمة بس دي حاجة ببهراء ان اه طول زي باتشل سبارك طلعت من لاب وكمان مش بس كده بتاعتهم دي في الفين وعشر باي ماتيا زهير زهيري اه اتل اللي هو والريسيرشتين بتاعه اه الناس مش بس عملوا المشروع ده بس ده هما كمان عادوا انتروزوا كمية بعدين في سبارك من اللاب نفسه فدي حاجة مبهرة وما تدبر عن بيتش دي وراجل دكتور كبير يعني وبيشرف على بيتش ديز كدير ومعظم المشاريع التال تحت ايده مشاريع كبيرة يعني فدي حاجة مبهرة ان حد في ريسيرشو وصل للليفل ده اه طبعا دي البابر بتاعتهم ليه سبارك كلاستر كومبيوتينج اه ويز ووك انك ده ست ممكن تبصوا عليها اه طب سبارك تاعت عمل ليه هو الاساس اللي مكتوب في كتاب وهي حاجة منطقية يعني اه فهدوب لما احنا شرحنا قبل كده كنا بنقول ان من ضمن المشاكل انت رو عندك او عندك حاجة بتلود لك تماما ان نسبيا بتطار تلود داتا من ديسك وترى من ديسك ترى تكتب وترى فده كان مشكلة وكان بطيء يعني مابيديوز بطيء جدا فكان هم بيفكر لو انت عندك الاجوريزم او الاجوريزم بيعمل فاحنا كل مرة في الهدوب هيتطر يعمل سبارك مابيديوز جوب ويقرأ ويكتب من ديسك ودي بطيء جدا ما فيش في النص ما فيش بقى اه داق او يعني اه دي كراف كده يقول لك ازاي تقرأ من قبلك اوتوماتيك من غير ما تقعد اوتوماتيك الكلام ده او تكاش الكلام ده بين الجوبز كان من اصعب الحاجات كانت تحدي بالذات يعني فده من ضمن الحاجات الاسسية اللي موتيفيت الناس طب ما تيجي نعمل طريقة تانية بتفول من نفس بس بطريقة مختلفة وده اللي عملوا الشباب بتوعهم اه يوسي بيركلي في سبارك ام سبارك انيش يالي كمعمول ازا باتش بروسسين وحتى موضوع ده اه يعني في ناس عندك يعني زي جادل كده في الموضوع ان هل سبارك اصلا حتى غير موضوع شعور ان هو very low latency streaming بس هو still streaming قويس جدا يعني تسعين في الموضوع من يوسكيس بشعر مع زي الفول بس هو مش باتش بروسسين بس ده سبارك ده في ستريم في سيكوالانالتك في غرف بروسسين في ماشين لرننغ فس بارك ده با اكو سيستم كبير يعني بس انيشيالي سبارك كان معمول كباتش حتى في في بداية في ستريمينج في سبارك كان معمول كمايكرو باتشين يعني بدل ما بتعمل باتش على طول كان بتعمك انه مايكرو باتشين بس still الموضوع تحسن فيه كتير ودلوقتي ما بقاش بتراضي ام طيب اه سنة الفين وترتاشر يعني مشروح انه انه هو هنا لو رجعنا هنا بدأ الفين وعشر الفين وترتاشر المشروع ده بقى يعني بقى سورس في اكتر من مئة ودلوقتي في اكتر من الفين يعني في الفين واحد بي اه الالفين دول بيزدع على التاريخ يعني رفع الحلقة دي تريبا وتصورها ممكن يكون اكتر بحقا بسيطة يعني ممكن يكون اكتر بحقا بسيطة اه في اكتر من ساعة تاتين الف وعندهم بعد كده اه الشباب بتعم اه يوسي بقى وصقين ان المشروع او مش 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 شركة مش شركة كبيرة لأ هو تعتقد وتشغلوا فده كان عجبني حد ان هو ان انت خلص ان الموضوع بفيش يعني مش مشروع وده حكا حلوة جدا اه في شوية دي مش مش حاجة تحفظها بس انا بقول لك عماتة يعني انه الفين واربعتاشر اول وون بوينت زيو طلعت اه اقلت استخدم في الفين وخمستاشر ده كانت اول في الفيرجن او او اخر الفين واربعتاش تقريبا انا فكا الصح في الفين وخمستاشر كتابة في سبارك اه سبارك تو بوينت زيرو كان الفين ستاشر بعدها بسنتين بعد كده بعدها باربع سنين كان عندنا اه سبارك سي بوينت زيرو ده معناها ان سبارك يعني بيعطف تطور كبير جدا ودي حاجة مهمة جدا تخيل ان انت عندك كل سنتين بيطلع في ميجور ريليز اه وبصراح تطور الحصل يعني اعتقد اكبر نائلة في سبارك كان سبارك تو بوينت زيرو اه بصراحة كان حاجة ده العظيم يعني سبارك وون بوينت اكس كان في جهة مشاكل يعني وون بوينت سيكس حالية مشاكل كتير تو بوينت اكس كان عظيم اعلاميا زي بتقالي يعني طبعا سويد دي راتي بقى خاص افضل وفي حاجة كتير ام طيب ايه هو سبارك يعني هادي نقول سبارك كتير اوي انا اه يعني اخذ ده بس انا عايز نفهم هو سبارك ده بيقولك كلمة دي لما تسمحها يعني ايه تقلق يعني او تتحسس مسدسك زلت قال يعني يعني كلمة دي مقلقة مش اي حاجة بقى حتى سبارك مابقاش بنيمول بنيمول ليلة يعني اه معمول عشان سواء سواء او كلاود يعني هما عندهم انجين ما يقدر تستطيعهم في اي داتا بروسسنج دي بقى اي باتش ستريمينج كراف بروسسنج ماشين سبارك سيكوال يعني كويريز ازاي اون انجين من الكام ده دي حاجة مهولة دي حاجة اعتقد يعني ضخمة جدا ودي من حاجات قوية هنتكلم عليه في سبارك كان من اوائل التولز الوبن سورس الفري اللي فيها كل كده دي مع اه عشان يبقى اصرع من في حالة جدا هنقولها دايما ان في ناس اه بالزاة الناس القديمة بتوعمل داتا والحاوس اللي هم دايما يقول لك ايه فيه مثلا اه مش هاز عدو تسمي بس مثلا او او اي بيم ستريم مش عارف هايقولك ان دايما كان فيه بتعمل كاشنج واني سبارك يعني هو ما اخترعش كاشنج يعني سبارك مش الفين وعشر عمل كاشنج كاشنج موجود زمان هو سبارك حل المشكلة ان يراني الكلام ده على موجود بديتا لك ازاي فكرة هادوب يراني على كوموديتي اه يعني مش مش محتاجة لعفلوس عشان تشتغل بي اه فالحتة دي كانت حتة هي دي النقلات على سبارك لكن كان فيه كانت ايما غالية ايما مش كوموديتي ايما فيها تفاصيل كتير فاحنا نسبيا نسبيا مش مهتمين يعني في في الجدل او النقاش ده يحمل من اولي اللي كانت بتقدم كل الكلام ده هوت وتلات راني على اي وهناك كمان شوية بس خلينا يعني لما بنقول ان هو عمل يعني في المجال اكيد هو مش معانا هي حاجة جديدة بس حاجة اه جديدة على الليفل تعال ان هي وان هي طلنا عكم تقول الكلام لها اوكي بس يعني المقارنة دي هدوب مش اوكي طيب بي أوفر ريتش اي بايز يا ريتش اي بايز زل زي اي بقى ده حاجة اه جزء من سبارك بيبروفايد اه سيكوال للانتراكتف كويرز. دي حاجة حلوة جدا. انت باش محتاج تكتب كود عشان تعمل على بيك ديتا. عندك وان بيتا بايت اف ديتا. موجودة في اه في هايف تابل مسلا. انت ممكن تران سبارك سيكول او او ديتا دي. اه عندك ميشل لرنينج اه لايباري جهزة. تران على عايز تران تعمل ترينينج على ديتا. هيديك الاوبشن ده. اه لانت عندك ستريمينج ديتا. تقدر تران سبارك عشان يعمل اه اه ستريمينج للداتا. اه انت عندك تران على اه طبعا مسلا هادي مسلا على في احد يقول لك طبعا عندنا جراف داتا بايزيز حل? ودي نقطة فضع بعد حاجة ساعة عليها لو يعني ايه? اللي يقول الجملة دي غالبا غالبا يعني ما اشتغلش على بمشاكل معقدة او هو شركة غنية جدا ان عندهم كبير ضخم بسفلس ملايينة عليه يعني او ان هم يعني داتا صغيرة فها مش مش هزم مشكلة. بس تعال اديك مثال صغير جدا يعني. ام لو انت مسلا عندك ديتا اه زي مسلا بروبلم اسمها في كارف دون بروبلم اللي هي بارت من السلزمان بروبلم. وعندك عايز تعمل مسلا تشوف عندك عربي عندك مسلا اوضرات وعايز تعملها دليفري. اه حتى نفطان انت بل عندكش اوضرات كثيرة 200 اوضر في اليوم. 200 اوضر في اليوم دول عدد الاحتمال بتوح كبير جدا. يعني هي اطاك فاكتورية البيتين يعني لو انت فاكه صحة يعني مش تأكد ما رأيش حاضرين في المياه. تخير انك عاد تعمل بروشسينج الكمة ده دي وتشوف بقى كمية تراجكتورة وتعمل بروشسينج على الكلام ده. مرحبا محتاج او يعني كمبيوت كبير. فان كده تكون هنهرن على تبييز تعمل الكام ده. ممكن طبع ساسود لحتة دي. جرب كده ترن اه هيفي جراف بروشسينج اه وشوف قديل سبارك عمل بحضر دي. برغم ان سبارك يعني ده اه اكس يعني مش هي الميزة بتاع سبارك. بس خلنا حتى دي بتوفر ملايين يعني. ام احنا وصلنا اخر حتة في الحلقة دي. احنا هنوقف هنا. وبعد كده الحلقة الجاية هنتكلم على جزدين ميكورس تعنا. شوفكم على خير. السلام عليكم. حتى بقى كده. اشتركوا في القناة